السؤال هل تحمل هذه الحكومة صفة حكومة سياسية؟ هو بالضروري يجب أن تكون حكومة سياسية بموجب الدستور على اعتبار أن الحكومة يمرتبطة كما قلنا بنتائج انتخابات مجلس النواب لأن الدستور واضح في الفصل 47 الفقرة الأولى أن جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تبوأ المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب وبناء على نتائجه فبالتالي كذلك أن هناك شرط آخر وهو مرتبط بالتنصيب البرلماني فبعد تعيين جلالة الملك للحكومة يتقدم رئيس الحكومة ببرنامج أمام المجلسين وتصويت على هذا البرنامج من قبل مجلس النواب لكي يحصل على ثقة يسمى بالتنصيب البرلماني فهنا هذا التنصيب يكون بناء على توفر الحكومة على أغلبية داخل مجلس النواب بالتحديد كذلك أن نحن نتحدث عن المسؤولية هي أصبحت من الشعارات الكبرى التي على أساسها تدبير الشأ العام في المغرب الآن في إطار لأنه معلوم أن هناك باب خاص داخل الدستور المغربي خاص بالحكامة الجيدة ومن بين أهم محاور الحكامة الجيدة هي المسألة والمحاسة فبتالي هذا الأمر هو من أساسيات العمل السياسي الآن في المغرب وهو أن الحكومة يجب أن تكون حكومة مسؤولة أمام البرلمان لأن البرلمان أصبحت له قوة حقيقية في مواجهة الحكومة وخاصة على مستوى السحب التقى ومنتمس الرقابة وكذلك الأسئلة الرقابية الأخرى فبتالي الملاحظة كذلك أن حضور الأحزاب السياسية وتمتيلية الحزبية داخل هذه الحكومة